السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو سأشارك معكم حل لمشكل contact us او contact form الخاص بلغة البرمجة php خصوصا اذا كنت تستعمل يعني ويب هوستين والذي كسبانيل انا يعني سأشرح طريقة على السبانيل الخاصة بالنمشيب ونفس الطريقة على جميع السبانيل الاخرى كيفما كانت الشركة فاذا هذا هو الفيديو سأوريكم الارر يعني سنقوم باختيار اي شيء ثم سنقوم بميل فقط معلوماتك شوائية ثم send message يعطيني code not send mail please check your php mail configuration ولدي كل امور جيدة وليس فيها اي خلل عندما بحثت في جوجل ودخلت على الصفحة الرسمية للنمشيب وجدت انه توجد بعض معلومات يجب عليك ان تقوم بدراساتي انا سأسهل عليك بطبيعة الحال سأسهل عليك الامر اذا هذه هي التي ساشرح في هذا الفيديو هذا يعني ال php mail function يعني ليس فيها مشكلة ساشرح فقط يعني واحد المعلومة وفي الفيديو المقبل ساشرح الاسم والتي سنحتاج فيها ال php mailer لماذا ساشرح لكم لماذا وبطبيعة الحال ربما في فيديو اخر سنشرح على ال wordpress والمهم سنحاول ان نشرح كل هذا الامر مهم دعنا نكمل هذا الفيديو هذا فعندما انا نزلت وكنت يعني اقرأ وجدت هذا ال example ليعطونك هذا ال example هذا لكي تقوم بتجربته هذا عبارة عن php اه يعني php code فيه function mail function mail اه ها هي function mail التي في هذا البرامتر هذه وكل هذا الامر الشيء الذي يعني لم انتبه ليه وهو الذي يعني يعني يعطيني الاررار وانه يفرضون عليك انه في from email يعني from email يجب ان يكون اه ها ايضا ماذا نقصد بال local email ادريس يعني created in cp panel ولقد شرحت في الفيديو الماضي طريقة انشاء mail في cp panel اذا ساوريكم كيف ذلك وساوريكم قبل ذلك يعني الفايل الذي يعني لدي انا في في يعني في حاليا يعني ساذا دخلت على ال contact form الخاص به وهذا ثم edit edit نلاحظوا معي فfrom email لاحظوا معي from email وهذا هذا هو الهيدرز الذي نستعمل في ال php طبيعا الحال انا اشرح للمطورين الخاصين بال php اذا في الهيدرز ستحتاج ال from يعني من اين اتى ال email انا استعمل يعني user email user email هو الذي يعني نقوم بادخاله هنا وهنا هنا تكمن المشكلة يعني في ال user email يعني الشخص الذي سيرسل اليك ال email قد يرسله من جمال قد يرسله من اي email خارجي وهذا يعني لن يعمل معك لهذا انت تحتاج في ال from user email ستحتاج email local يعني email قمت بانشائه من سيبانيل اذا ما الذي ساقوم بتغييري هنا ساقوم بانشاء واحدة variable اسمها from email اذا ساقوم باضافة واحدة variable اسمها from email وساقوم اضافة email محلي اذا وهذا هذا email محلي قمت بانشائه في الفيديو الماضي كيف ذلك ستدخل على عفوا ستدخل على سيبانيل تأتي قسم ال email email account ثم تقوم بفتحها تدخل على هذه الصفحة هذه تقوم بcreate وتقوم بانشاء email خاص بك يعني اللي كي تستعمله في ذلك الفورب انا هذا شرحت به يعني الفيديو السابق ساقوم باخذه control c control v وسنقوم بوضعه هنا اذا ستقوم بوضعه في from email وستقوم باخذ هذا ال variable هذه جيد control c ثم ستأتي مباشرة على الهيدرز في هذا المكان الخاص بالfrom ستطع هذا ال variable هذه هذا هو المشكل الوحيد الذي يوجد فقط ان ال from email هذا from email الذي يوجد هنا في ال from يجب ان يكون email محلي والامور تركب طبيعة الحالة email فجيد email يعني ستذهب الى هذه الاميلات ستذهب الى الاميل الرئيسي الخاص بي يعني gmail الخاص بي ارسلها الى gmail الخاص بي فقط لكي نجرب وآآ يعني سيتم اعادة آآ الرسالة اذا قمت بالاعادة الى user email يعني التي سيدخلها آآ التي سيدخلها الشخص الذي يتواصل معك وبطبيعة الحال كل هذه الامور تدخل هنا يعني email subject user message ثم المهم هذا والهيدرز ستقوم بوضعها في اخر البرامتر المهم سنقوم الان بالحفظ هكذا ثم ساقوم بالتجربة الان send message جيد hi kareem thank you for your email يعني تم الارسال بدون اي مشاكل سنذهب الان لنتفقدها لتوصلنا بالرسالة جيد لاحظوا معي لقد توصلت بها contact from professor المصاري حاكم لانني انا قمت باعداد هذه الامر في الفورم اذا دخلت ساجد الرسالة وساجد كذلك اسم المرسل واذا اضغطت على reply سيقوم مباشرة بال reply لل email الذي يعني توصلت منه يعني بمجرد نضغط على reply سيستعمل هذه التي توجد هنا اذا المشكل هو يجب ان تضع email local يعني انشأته في السيبانيل واذا لم تجده في الانبوكس فستجده في سبام ستجده في سبام وعندما يعني تجده في سبام قم بالسماح لذلك الاميل بان يدخل دائما الى انبوكس الخاص بك لماذا لانه ايميل خاص بك انت كيف يعني فيمتوا الامر وكيف قمت بتطبيقها يعني قمت بتجرب اولا في في قمت بدخول الى file manager وقمت بانشاء يعني اه صفحتين هادي test php هادي يعني وقمت باستعمال هاد 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 الامور التي قاموا بمشاركتها قمت باستعمال هاد هاد الامر الذي اعطوه هنا يعني جيد صراحة وهذا هذا خاص بال php تقوم بانشاء هذا php وتسميه ستسمي file with php function نقطة php وستنشي index.html ستضع فيها هاد الكود هاد ستضع فيها هاد الكود هاد وستعمل معك الامور اذا دعوني يعني اشرح فقط بسرعة امور التي توجد هنا اذا هنا فقط كود هاد عالي سندخل مباشرة على هذا هو المهم اذا كما قلت لكم هنا ستضع الايميل الذي تريد ان تصلك الرسائل فيه وهنا ستضع ايميل محلي خاص بك يعني انشأته في السيبانيل وهنا يعني قم بالتغيير قم بالتغيير الامور اهلا حسب يعني هواك يعني كيف تريد السبجكت ان يكون كيف تريد الرسالة وهذا الامور وفي طابعة حلف الهيدرز هنا توجد from ايميل جيد وfrom ايميل فيه يعني ايميل اه خاص بك في السيبانيل اذا كانت هذه حلقة اليوم اعتقد انني وضحتها واعطيت السبب وفي الفيديو المقبل ان شاء الله ساشرحها على البيعش بيميلر الذي سيمكنك من ماذا الذي سيمكنك من ان ان تترك يعني from ايميل تتركها وتضع فيها يعني اليوزر ايميل يعني اليميل الذي يدخله الاشخاص هنا ستصلك منهم الرسالة مباشرة انتنسى اشرحها كذلك الطريقة يعني البيعش بيميلر سيسهل الامر اذا السلام عليكم